جيمي عايز تقولي حياة الرامة الرابعة الرامة الرابعة النهاردة كان مصمم يعني محمود كانتكلم على انه قدم مباراة سيئة طبعا قدم مباراة سيئة لكنه كان مصمم في كورة الهدف الاول مصمم طريقك مزدود 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 يا ولدي هغلط مرة واثنين وثلاثة في نفس الكرة علشان الكرة تخش جول النادي الزمالي تعال وانا اخدها فريم فريم اول ما الكرة تطلع بعد اللايب اول كرة هجلنا بتاع اول اعادة الكادر الجانبي بص بص كريم ماشي الكرة على طول ماشيها على صرعتها لحد ما نوصل ليه الكرة اللي تم تسجيلها والاعادة الاولانية اللي هنشرح عليها بص الكرة طبعا هنا محمود شرح الكرة وشرح الجول والران بتاع ناصر ماهر وبعدين الحركة الممتازة بتاعة سيف الجزيري وهيكملها ويرجع بعد كده يكملها ونشرح الجول من الزاوية الجانبية لانه خطأ بص بقى وقفين ارجع ارجع من اول فريم تمام بص هنا رامي بيجري فجأة اكتشف ان الواحده فجأة اكتشف ان الواحده مش على الخط يعني فيه اربع لعيبة كان بيرجع عمر كمال زي ما شرحنا مبارح انه بلعب باك فايف بلعب بخمسة في الخط الخلفي في الحالة الدفاعية فجأة اكتشف ان الاربع على خطه مركزين وهو الواحده فكشف التسلل ادي الخطأ الاول شوف بقى هيعمل ايه هيعمل ايه بعد ما اكتشف انه ايه انت سأل هب حبي يرجع ترجع فين مفيش لا الكرة تطلع طيب كمل بقى اللي بعديها فالرجل لقى هتطلع الاول لقى انه مش يلحق كمل الفريم اللي بعده لحد ما يوصل كمل 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 لحد ما ايه خلاص الجزيري سابقه ايه راح بترى يفكر بص كمل هنا لسه بيعمل سبرينت عادي بص راح تردت هنا شو بير وقف هنا بس ارجع ارجع بتعمل ايه وقفتي ليه الراجل ما رفعش تسلل وانت شايف الراجل في وشك يا رامي مش جاي من ظهرك فانت شايف ان هو مش متسلل لانه متحرك بعدك انت كشف التسلل وقفتي هنا ليه ادي التانية كمل فالخطأ التاني انه ما رحش عالكورة طيب لاب ما رح لها بص بص وقف ماشي فريم كمان فريم واحد بس وقف هنا اي مدافع على وجه الكورة الارضة هيعمل ايه تاكلين ده حتى لو هيحطف نفسه عارف لين لانه ما عندوش غير محاولة واحدة هي محاولة اخيرة هي محاولة محاولة اخيرة هي ملاش علاقة ملاش علاقة بانه رجليه قوية رجليه ضعيفة هو هينزد يعمل هيعمل هيعمل ليسونج ويعمل الزحلقة ده داخل الجنباء وجيمي بيقولها اترى الكورة عادت قدام رجله ده عادت قدام رجله هو لعمل تاكلينج بص بص لعمل تاكلينج ولا رح لها بدري ولا انا رح يوقف على الخط وحتى اي ده ورده ولا عمل اي حاجة هو صمم انه يرتكب كل اخطاء الدفاعية لاي فريق بيلعب اوف سايد ترابة كريم عشان فيه مسحات في ظهره عملها رامي ربيعة عشان الزمالك يسجل الهدف رغم انها كانت في المتناول بالنسبة